منتابع مشاهدينا أو منبدأ كمان بفقراتنا الصباحية لليوم مع بيت بيوت بيت بيوت مع المهندس عيماد سالم صباح الخير عيماد صباح النور ماجي اليوم عم نحكي عن شي كتير بيحبوا بعض الناس يعني كتير بيعلقوا عليه أهمية هو كيف منحط اللوحات داخل المنزل صحيح فيه ناس يمكن بتحب كتير اللوحات بتحب الألوان باللوحات فيه ناس ما بتعرف تعلقوا وين تعلقوا أو يمكن حجم اللوحة بهالماكان بالزيت كيف لازم يكون شغلة أساسية بعتقد بالدكار وهي اللمسة الأخيرة يمكن إذا بدك يعني البينتينغز بحث ذاتهم هن فيه ناس بيعتروها كماليات فيه ناس بيعتروها منهم ضرورية حتى ببيتهم صح فيه ناس بيعتروها كتير ضرورية فأهم شي كيف نلقي بالانس بين الاثنين نلقي توازن بين هيدول الأشياء بقى تكون عاملنا زيين البيت هلأ بما أنه فقراتنا رح تكون مقصومة لتنين فرح نحكي بشكل مختصر عن البينتينغز وهوتو تشوزت وشو هنه كيف ننقيهن وشو هنه الستيل المعتمدين وبيتيني بارت بعتقد رح نحكي الكفر عن بويب بيروت ونخبر الناس وين صرنا ببيروت نحن عام نركب البويب الرئيسية لبيروت البعدة موجوعة فإذا هلأ إذا نبدأ بقصة اللوحات إذا نحط أول صورة رح نشرح أنه البينتينغز بدنا ننتبه نحن عم نحط البينتينغز أو نحط اللوحات بالبيت ما نحول بيتنا لجالوري صح فما بد يكون يلفت خصوصا إذا عم نعمل الانتريير إذا عم نعمل انتريير للبيت ما بدنا اللوحات تاخد أهمية الدكور يعني تطغى عليه فهون بدنا ننتبه على كيف ننقل اللوحات هلأ كيف بدنا ننقل اللوحات أو شو هنه لازم ننتبه لهم نحن عم ننقل اللوحات بأول صورة بنحكي هلأ أنه في عنا أول شي ستيل اللوحات البينتينغ ستايل أول شي بالبينتينغ ستايل بننقل ستيل اللوحات نحن بدنا إيه هو اللوحات نتعرف عليهم في عنا الامبريسونيزم الكونتامبورا الانسكيب في شي بنسميه ستيل لايف ستيل يعني جميد وفي عنا الأبستري يلي نحن سمعين فيه كمان الأبستري وعنا تكنيكات مختلفة يلي نحن بنعرفها في عنا تكنيكة الزيت زيبنا نحكي بالعربة في عنا الأويل الواتر كالر يلي هي المائة في عنا بالماء في عنا كتير تكنيكات في عنا سبري في عنا البرينتينغ مطبوع مطبوع في عنا كتير إشيه هلأ صارت موديرن في عنا من سمير رولياف رولياف هلأ صارت كتير ديريج يعني بتليقي اللوحة بطل صح بطل في شي طالع منه اكزاكتلي حتى صاروا بيستعملوا ماتيريز غير البنتور صحيح طي مثل بفوت قميش ببعض الأحيان حجار حديد حديد أي شي كتير إشياء يعني نعم هلأ عنا مرحلة تانية نحن عم ننقب البينتينغز هي الأساس هي الفريم في عنا يعني برواز هاللوحة برواز اللوحة هلأ هلأ كتير ديريج يعني ما كان ديرجي أبدا قبل كتير ديريج اللوحات بلا برواز صح لأنه شئنا أمقابينا البرواز عنده ستيل عنده كاركتير وتلت تربيع البرويز إذا بدأت تكون إذا بدأنا نحن نكون سيف سايت مثل ما بيقولوا بدأت تكون سامبل ما فيه شي يا أبيض يا أسود أو هلأ بصرنا نميل لنحط اللوحة بلا برواز لأنه البرواز عنده كاركتير وممكن تخالف ستيل البيت إذا عم نغيره هلأ بيتين الصورة رح نشرح شوي بالدور شو يعني أمبريسونيسم شو يعني كونتامبوران شو يعني ستيل باللوحة نعم هلأ ديريجي كتير كمان وقتا نحط الفريمز صار ينشغلوا الفريمز شو يعني ينشغلوا صاروا بينرسم عليهم حتى وهلأ صراحة رح نحكي عنه الموضوع التاني هو كتير مهتم بهيدا بهيدا الاشياء صار الفريمز بينشغلوا مثلهم مثل اللوحة هون عم نحكي عن الأمبريسونيسم شو يعني الأمبريسونيسم يعني هو الانطباعي انطباعي يعني هو بيشوف الشغلة وبيرسمها تنطبع فيه الشغلة التانية السيلة التانية اللي حكينا عنه هو الكنتنبوران الكنتنبوران هو المعاصر وقتا نقول المعاصر هو معاصر حسب كل حقبة بحقبتها فيكون معاصر بالحقبة اللي كان دارج فيها الكوبيسم فيكون معاصر بمنطقة أفريقية دارج فيها البورتري فيكون معاصر فقتا نقول الكنتنبوران بدأنتبه هي معاصر للحقبة اللي بيكون نحنا فيها أو اللي بيكون الفنان فيها سح أو وقت رسمت هالك وقت رسمت يعني اللي بيكون الفنان فيها يعني في يجيب أنا تابلو كونتنبوران من 1920 هلأ بطل المعاصر نروح على الاخر صورة الثالثة تنحكي على الستيلين البقيين أكيد نحنا بنعرف فيه لانسكيب واللانسكيب نحنا ما عم نحكي عن التكنيك عم نحكي على الانسكيب يعني الصورة شو بتوحي فيه لانسكيب يكون بتكنيك مائية ب grosse اكريليك فيه بسبري. فهي دول الستايل تبع البيت. هون منقرر نحن شو عبننا نحط بالبيت. وآخر ستير رح نحكي عنه غير الأبستريل. الأبستريل لأنه هو كتير مبهم. كل واحد فيه فسير البدوية. هو الستيل لايف. ستيل لايف. ستيل يعني جميد. كل شي يلي هنه في كتير بحطه الجميد. عادة كتير مشهورين كان بوكيات ورد وكان بوكيات الفويكة أو الخضراء. يلي كتير ملقيهم مرسومين. هون يتعلموا. بعلمون بالمدرسة أو بالجامعات أو معاهد الرسم. أول شي بس يبلش يعلموا. بعلموا الستيل لايف. طيب وقتنا نعلي أي نوع لوحة بالبيت. إن كانت معاصرة أو ما تقول انتباعية أو شي. لازم أكيد ناخد طابع البيت كله. يلحق الفرش. أنا برأيي ما أنه ضروري يلحق طابع البيت. إلا إذن الانتيرير أو الدكوراتور ما اعتبر أنه هاي التابلو هي مكملة للدكور. يعني بده يكون مستعمل ألوان معين من الدكور. ساعتها ما بيعود رايح على فكرة ينقع لبانتر معين. رايح ينقع ألوان خاصة تلبق مع الدكور. أنا إذا بترجع إلى إلي التابلو هو تابلو هو حالي أو إذا بدي هي قطعة فنية برأيي نادرة. لأنه نحن أزا بانتر أو أزا أركيتكت بنعرف قداش الواحد بيتعب تيعمل لوحة. فاللوحة اللي بتعيش بك جبية. بغض النظر إذا بتلبق أو ما بتلبق. لأنه هي لوحة حالة بحد زيتها. نعم. هلأ اللي نحنا فينا نزبطه كيف خليها تفوت نلبقها بالمحال. الكادر كتير أساسي. بس أنا أنا لإليه مش غلط تكون اللوحة فيها ألوان ما خاصة بكل الدكور. لأنه هيك رح تبرز أكتر. تبرز أكتر معك حق. صحيح. وتعليق اللوحة قديش مهم؟ وين الحارقة؟ تعليق اللوحة بأعتقد الحلقة ما رح تلحقنا. بس تعليق اللوحة بشكل أساسي إذا بنا ننتبه على شغلة فيه شغلتين بتعليق اللوحة. إذا نحنا بإكزيبيشن إذا نحنا بمعرض يعني بدنا العالم تفوتوا تشوف اللوحة. لازم اللوحة تكون على مستوى نظر العيون. مستوى نظر العيون العادة المعتبت عالميا هو النص بيكون على المترو ستين. هيده هيده النظرية إذا نعتبرها ما فينا نطبقها بالبيت لأنه بيصير نص اللوحة ممكن يجي وراء الكنابية أو وراء الفرش أو وراء موضع معي. كلمل هيك حسب الحيط يلي نحنا عم نركب عليه اللوحة من ثبت اللوحة من قدي رعيونها. يوجولي لازم تكون هي سانتر داتراكسون هي تلفت النظر أو هي بنص الإسباس. فيا منعتبرها بنص الحيط. يا إذا في كذا صورة حد بعضهم. نرجع من انتبه كذا صورة حد بعضهم. كمان مناخد النص. طبع نص الفريم تيتقسم بطريقة مظبوطة. نعم. ووقت بدنا نخالف الطبيعة أفضل يكون ديكوراتور هو القصدة. ما تطلع كتير مخالفة. صحيح. رح انتقل الموضوع التاني اللي هو نوعا ما يعني مكمل لهالشي. وعم نكمله كل نهار أربعة وقتل عم نحكي عن كلنا لبعض وببيروت. هالمشن هالمهمة اللي عم نعملها بأبواب الرئيسي ببيروت. قبل يقول انه الفنان الياس خليل قدم لكلنا لبعض ولابواب بيروت تحديدا هاللوحة اللي رح هنشوفها هلا قبل ما احكي انا وعماد عنها. خلينا نشوف بليز. ميكينج اوف. ميكينج اوف تبع اللوحة. اوكي هيدا اللوحة. اكيد الشكر الكبير لالياس خليل من حيوم نقل له صباح الخير. متل ما لاحظنا اعتمد اشي كتير من الارض من بيروت من التراب. يعني الى كتير دليلات ورمزية هاللوحة اللي قدمها لبيروت. ورح يرجع ريع بيعا لكلنا لبعض وبواب بيروت بالتحديد. صحيح هو هو نزل على الارض متل ككل العالم. ومن العالم الاشياء اللي صارت مكبوبة على الارض صار استوحى. يعني ازا بديك صار بتشوف شو بده يعمل. فلاقى بصراحة لوحة بكبوبة. مخزقة مكبوبة. فقرر ينطلق منها. واللوحة المكبوبة هي عبارة عن ابنية مرسومة قديما لمنطقة ببيروت معينة. صار يرقيق ماشي من هون مخزقة. ومثل ما بين معنا لقى شي معلق على الحيطان. فهيدول كل الالوان مع الجماد اللي كان موجود والردم. خلوه يستوحى اللي عمله. فمثل ما مبين بالميكينج اوف كان كتير واضح من شو استوحى الاشياء. بطريقته الخاصة. لأنه عنده ستيله يلي بيبرزه عادة. وخصوصا بهالشخصيات يلي هلأ كتير عم يشتغل عليها. فحب يحول بيروت من من حالة كانت بشعة لهو الجمال يلي كان بيعرفها فيه. ويلي راح تضال. يلي راح تضال الأكيد. ريحت بيروت يا الياس بهالله بهاللوحة. بدي فرجي سريعا انا وياك عمار متما وعدين كل المشاهدين كل نهار اربعة. شو عم بيسير على الأرض بيروت. راح نشوف بالأول. لقيسات اللي كنا عم ناخدها بخلال هيدا الأسبوع. متما فرجينيكن الأسبوع الماضي. صحيح. خلينا نبلش نشوف السور. هيدول البواب اللي عم نشوفهم هلأ هني البواب اللي اتخذوا هيدا الجمعة. هيدا الجمعة اتخذ الياسات لبواب مكسرة. طبعا نحنا دقونا أصحابها وطلبوا أنه نحنا نزبط لونيها. فبرمنا عادة على كذا كذا بيت وأخذنا الياسات كلها. بنفس الوقت نحنا كنا عم نركب بواب أخذنا اياساتها جمعة الماضي. عادة برجع بقول أنه نحنا تركيب الباب عم بياخد معنا من جمعة لعشرة ايام. عم نجارب نركز لأنه كترة الطلبات ومشان نلحق بين المعمل وبين السايت. عم نجارب نركز أنه نحنا رح نكون جمعة وثبت عم نركب البواب. وبباقي الجمعة يا عم ناخد اياسات يا عم نشتغل بقلب المعمل. بقلب المعمل. فقطعوا هلأ البواب اللي مكسرة أو اللي بدنا نزبطها واللي أخذنا لهم اياساتهم. وهلأ بعدين فيه رح يقطع معنا يا صورة كولاجيا كذا صورة ورا بعضهم على البواب اللي تنفذت. نعم اللي تنفذت بالأسبوع الماضي. صحيح. خلينا نشوفهم لو سمحتوا. وبدنا نقول كمان عماد أنه نحنا هالنهار الجمعة ونهار السبت كمان مثل العادي عم نركب ببواب بأي مناطق هالأسبوع. عنا بالأشرفية. عنا جديد. عنا بيتين. بيت بالنبعة. عنا بيت ببرش حمود. بالأشرفية مرم خايل. مبدئيا هالمناطق. نعم. لأنه عنا كذا بيت. عنا مبدئيا بين التسعة والعشر بيوت. نحنا آخر. رحل نركبهم. لو سمحتوا نشوف الصورة للبواب اللي تركبت لأسبوع الماضي. وبقول أنه كل هالأشياء اللي عم نشوفها هلأ هي تحتى نواكبكم مشاهدينا بكل شي عم بيصير ببيروت. أكيد ما حبينا نحط وجوه الناس اللي عم تستقبلنا اللي عم تفتح البيب اللي تركب. عفوا. بدي أقول كمان أنه يعني بعدنا أكيد بأول المشوار. بيروت بدأ كتير شغل عماد لحتى نقدر نحنا وكتير من الجمعيات يمكن أن نكمل فيها. نتشكرهم فراحة. نتشكر الجميع أكيد على هالشي. وبدي أقول كمان شكرا لـ RVA بأمريكا. لجوليانو جابرييلا بالتحديد. يلي هني كمان اليوم عم بيستحت سؤارت RVA for Lebanon. يلي رح يعرضوا فيها إن كان لوحة الياس خليل أو عدد من اللوحات الفنية لفنانين لبنانيين. ليرجع ريعهم ودعمهم لكلنا لبعض. ببيروت ولبيروت. شكرا للكم جميعا. شكرا عيمات سالم. شوفك الأربعة الجيئي.